أنجزنا في الحصة السابقة المحور الأول وعنوانه تفكير العلم أحسنت في التفكير العلمي وستكون هذه الحصة جامعة بين المحورين الأول والثاني النص الذي سننجزه سيكون حول الفن والإنتاج الكتابي سيدور حول ما رأيناه في الحصة السابقة في المحور الأول وسنبدأ بملخص للمحور الثاني بدأنا في الحصة السابقة بملخص للمحور الأول وسنبدأ الآن بملخص للمحور الثاني عندما رجعنا في الحصة السابقة البرنامج قلنا أن برنامج مادة العربية في هذه السنة يتكون من بابين كبيرين الباب الأول هو جوانب من الحضارة العربية الإسلامية قديما ونجد فيه المحور الأول وهو التفكير العلمي والمحور الثاني وهو الفن والأدب ويتكون هذا البرنامج من باب ثاني وهو من شواغل الأنساني العربي المعاصري نجد فيه محورين المحور الأول هو حوار الحضارات والمحور الثاني هو الفكر والفن وقد اطلعنا في الحصة السابقة على التفكير العلمي وسنحاول اليوم أن نتبين الفن والأدب ثم سنمر بعد ذلك إلى تطبيق يجمع بين هذين المحورين إذن يجب أن يكون التلميذ في هذه المرحلة ملما بالعلوم والفنون والأدب عند العربي قديما وسنبدأ أولا بالأدب ما هو الأدب؟ الأدب هو ضرب من ظروب التعبير بواسطة الحرف والعبارة له أسسه وترائقه عفوا يستعمله الإنسان للتعبير عن أفكاره وآرائه ومشاعره ويقسم الأدب العربي القديم إلى جنسين كبيرين هما الشعر والنثر وتنظوي تحت كل جنس أنواع فرعية ومن الأنواع النثرية الحكاية المثالية أو الناترة أو المقامة ومن الأنواع الشعرية شعر الغزل أو الشعر الحر إلى غير ذلك وقد اطلعتم على بعض هذه النماذج خلال سنواتكم الدراسية السابقة في السنة الأولى رأيتم كتابة كليلة ودمنا لعبد الله بن المقفع وفي السنة الثانية رأيتم نوادر البخالي للجاحف وفي السنة الثالثة رأيتم في المحور الأول نماذج من مقامات الهمذيني رأيتم أيضا شعر الغزل في القرن الأول للهجرة ورأيتم الشعر الجاهلي وشعر التجديد في السنة الثانية حسب ما أتبكر الآن سنحاول أن نفصل القولة في الشعر وفي النثر نبدأ أولا بالشعر ما هو الشعر؟ الشعر كما يعرفه القدامى هو كلام موزون مقفى يدل على معنى هذا أشهر تعريف للشعر كلام موزون مقفى يدل على معنى وتجدون في الكتاب المدرسي في نصوص المحور الثاني نص عنوانه حد الشعر وبنيته الحد في اللغة هو التعريف وتجدون توسعا في معنى الشعر وفي تعريفاته المختلفة في الكتاب المدرسي وأظن أن هذا النص في الصفحة السادسة بعد المئة ونحن نعرف أن العرب قديما كانوا معروفين بالشعر فهو ديوانهم وسجل مآثرهم وأيامهم وهو الرافع والواضع وقد شغلوا بقوله أو نقديه ولم يكن الشعر يقتصر على تنميق اللغة فقط بل كان وثيق الصلة بحياة العرب وهو ما يتضح في هذا الجدول أمامكم إذن أبرز الشعر خصائص المجتمع الإسلام وهذه الخصائص تجلت في بعض النماذج التي رأيناها كخمريات أبي نويس أو غزليات بشار أو عمر ابن أبي ربيع أيضا يعتبر الشعر قديما وسيلة للتعبير عن مشاعر الإنسان ولا يخفى عليكم هنا الرابط بين الشعر والشعور فالشعر عند العرب القدامى يسمى شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره ولذلك نجد خيطا متينا يربط بين الشعر والشعور ومن المشاعر التي عبر عنها القدامى الحب أو الألم أو الحزن إلى غير ذلك وهو ما يتضح في الأشعار الغزالية التي تكون مجالا للتعبير عن الحب أو أشعار الريفاء التي تكون مجالا للتعبير عن الحزن والألم إلى غير ذلك يعتبر الشعر أيضا وسيلة للتعليم وهو ما يبرز في شعر الحكمة أو في شعر السهدي أو في الشعر التعليمي وهنا لأيتم مثالا في السنة الثانية وهو شعر أبي العتاهية وفي الشعر التعليمي سأقدم لكم نموذجا مشهورا وهو ألفية ابن ملك ابن ملك هذا فقيه ونحوي جمع كل قواعد النحوي والصرف في اللغة العربية في قصيدة تتكون من ألف بيت ولذلك تسمى هذه القصيدة الألفية وهذه الألفية ندرجها ضمن الشعر التعليمي هذا بالنسبة إلى الشعر وهذه بعض المعلومات التي ستحتاجون إليها في أوانها سنمر الآن إلى النثر إذا كان الشعر كلاما موزونا مقفى يدل على معنى فإن النثر هو الكلام الذي لا يتقيد بوزن أو قافيا كما ترون في الجدول هنا أيضا النثر وثيق الصلة كذلك بحياة الإنسان العربي فهو وسيلة لعرض عيوب المجتمع وقد برز ذلك في نوادر البخالاء للجاحف وبرز أيضا عفوا في مقامات بديع الزمان الهمذين اتخذ البعض الكتابة النثرية وسيلة لنقد السلطة الحاكمة وهو ما برز أساسا في كتابه كليل والجمن ويعتبر النثر كذلك وسيلة للإضحاك أو الإمتاع وهو ما برز أيضا في النوادر والمقامات وقد رأيتم هذا في المحور الأول في السنة الثالثة الهزل والإضحاك في القصي العربي القديم إذن هذه بعض التفاصيل الخاصة بالأدب العربي قديما لكن يجب أن نعرف أن اختبارات البكالوريا لا تقف أحيانا عند حدود القديم بل تكسر خط الزمن وتتجاوزه إلى عصرنا الحاضر ومن أمثلة ذلك هذا السؤال سأكتبه هنا هذا السؤال هو إنتاج كتابي ورد في أحد اختبارات البكالوريا ونصه قيل لم تعد للشعر اليوم مكانته التي كانت له قديما هذا المطلوب حرر في نص من خمسة عشرة سطرا أو عفوا حرر نصا من خمسة عشرة سطرا تعدل فيه هذا الرأي إذن تلاحظون هنا أن المعطى يدور حول الشعر ولكنه لم يقتصر على الشعر في الحضارة العربية القديمة بل تتجاوز ذلك إلى اليوم أي إلى وقتنا الراهنين يمكنكم كتابة السؤال ويمكن أن تشتغلوا عليه وربما سنعود إليه في وقت لاحق إذن قلنا أن اختبارات البكالوريا أحيانا تتجاوز القديمة إلى الحديث تتجاوز الحضارة العربية القديمة إلى عصرنا الراهن ولذلك سنحاول هنا فتح آفاق لننظر في حضور الأدب في حياة الإنسان العربي اليوم نبدأ أولا بالشعر في حياة الإنسان العربي المعصر يعتبر الشعر اليوم وسيلة للإمتاع وهو ما يبرز في القصائد الملحنة ونعني بذلك تلك القصائد التي تحولت إلى أغانا مثل قصائد نيزار قبيني أو قصائد محمود درويش التي لحنها مارسيل خليفة الشعر كذلك يعتبر وسيلة للتعبير عن قضايا الإنسان العربي المعصر مثل قصائد نيزار قبيني التي كتبها لتحرير المرأة أو قصائد تميم البرغوثي وهو شعر فلسطيني فلسطيني مصري وكذلك محمود درويش وهو شعر فلسطيني ولا شك أنكم تعرفون أن أشعار هؤلاء وطنية تدور حول القضية الفلسطينية وفي هذه الفترة نلاحظ على وسائل التواصل الاجتماعي تداولا لقصائد تميم البرغوثي أسيسا ومحمود درويش وهذه الفترة كما نعرف جميعا هي فترة حالكة مظلمة يقتل فيها أخواننا في الأراضي الفلسطينية ومن سبل التوعية ومن سبل التعبير الشعر فالشعر فينا ومنا وليس منفصلا عن واقعنا لو شئنا المرور إلى النثر النثر وسيلة لمعالجة واقع الإنسان ونقصد بذلك على سبيل المثال الرواية كرواية نجيب محفوظ هذا نموذج ويمكنكم تقديم نماذج أخرى حسب ما تطالعونه النثر أيضا وسيلة لطرح قضايا فكرية تشغل الإنسان العربي المعاصرة كروايات الكاتب التونسي محمود المسعدي ورواياته ذات اتجاه فلسفي فكريا أيضا الأدب يرتبط ارتباطا وثيقا بالفن وهو ما يبرز أساسا في المسرحيات والمسرحية تجمع بين الكتابة والتمثيل أو العرف أي بين الأدب وبين الفن هذه بعض النماذج الشعرية والنثرية التي قد تحتاجون إليها سنمر الآن إلى الفن المحور يتعلق بالفن والأدب رأينا الأدب وسنمر الآن إلى الفن نبدأ أولا بفن الموسيقى هذا الفن ليس غريبا على العربي فقد عرفوه منذ الفترة الجاهلية وقد رأيتم ذلك في السنة الثانية عندما درستم محور الشعر الجاهلي فمن الشعراء من نقل في شعره مجالس اللهوي والطرب والغنى كطرفة ابن العبد وتواصل اهتمام العربي بالموسيقى في الفترة الإسلامية رغم وجود خلاف ديني حول التحريم والتحليل ومن مظاهر اهتمامهم بالموسيقى تأسيس مدارس خاصة بتعليم الموسيقى كمدرسة إبراهيم الموصل في بغداد ومدرسة زريب في الأندلس إضافة إلى ذلك نجد مؤلفات مفردة اهتمت بالموسيقى ككتب الخليل بن أحمد والخليل بن أحمد كما تعرفون هو واضع علم العروف وهو كذلك اهتم بالموسيقى كما يبرز في كتابيه النغم والإيقاع هذا بنسبة إلى الموسيقى سنمر الآن إلى فن العمارة العمارة هي التشييد والبناء يعني عندما أريد أن أجمل الفنون في الحضارة العربية قديما لدي الموسيقى العمارة الخط الزخرفة أو الرقش والرسم هذه مختلف الفنون التي يجب أن أعرفها ولدي في الأدب الشعر والنثر إذن رأينا الموسيقى سنحاول الآن أن نتعرف إلى فن العمارة قلنا أن العمارة هي التشييد والبناء وهي مشتقة من عمر أي سكنها والمكان العامر هو المكان الآهل بالسكان وقد أطلق عليها ابن خلدون صناعة البناء وسماها القدامى أيضا أم الفنوني لأنها تجمع بين فن البناء والرسم والزخرفة والنحط والخط عندما ننظر إلى الحضارة العربية قديما سنجد أن العرب قد اهتموا بالتأنق في عمائرهم في مختلف الفترات التاريخية في الفترة الأموية من النماذج المعمرية التي ما زلت موجودة إلى اليوم رغم ما ترأى عليها من تغييرات المسجد الأموي بدمشق وقبة الصخرة الموجودة في المسجد الأقصى في الفترة العباسية من آثار العرب المعمرية بناء مدينة بغطيت التي كانت تسمى المدينة المدورة وبناء مدينة سامراء وسامراء يعني سرة من رأى وفي ذلك دليل على جمال هذه المدينة وعظمتها أما العمارة العربية في الأندلس فمن أهم المنجزات المعمرية في الأندلس المسجد الجامع بمدينة قرطبة وقصر الحمراء بمدينة غرناطة وهذه الأماكن ما زالت موجودة إلى اليوم وقد أصبحت معالمة سياحية وما زالت طبعا تحافظ على طبعها العربي الإسلامي سنمر الآن إلى فنون الخط والزخرفة والرسم نبدأ أولا بالخط ميز العرب بين الكتابة العادية والكتابة الفنية كتابتنا نحن تسمى كتابة عادية والخطوط العربية تسمى كتابة الفنية أطلق العرب على الكتابة عدة تسميات منها فن الخط وحصن الخط وسنعة الخط وهندسة الخط ونتجت عن هذه الكتابة عدة أنواع كالخط الكوفي والديويني وخط الرغاة وسننجز نصا حول الخط الكوفي الفن الثاني هو الزخرفة ويعرف هذا الفن كذلك بالرقش أو الأرابيسك إذا وجدتم هذه الكلمات فهي تدل على الزخرفة تعددت أنواع فن الزخرفة بتنوع مصادرها قد نجد زخارفة كتابية تتألف من بعض الخطوط العربية وزخارفة نباتية وهي عناصر زخرفية مستمدة من الأوراق والفروع والأزهار فروع بمعنى الأغصان وزخارفة حيوانية وهي عناصر مكونة من الطيور والحيوانات وغيرها إضافة إلى الزخارفة الهندسية التي تقوم أساسا على الأشكال الهندسية نمر الآن إلى الفن الأخير وهو فن الرسم ثمت خلاف ديني حول فن الرسم وثمت من يحرمه ومن يحلله ورغم ذلك وجد هذا الفن في الحضارة العربية الإسلامية وقد استعمل في تزيين المنازل بل وحتى المساجد كما استعمل الرسم أيضا في تزيين الكتب القصصية مثل كتاب كليلة والدمنة أو أهل العلمية بغية توضيح أفكار معينة أو تمتيع القارئ عندما تعودون إلى نص نص طريقة البحث العلمي عند ابن الهيثمي ستجدون في الصفحة الموالية للنص رسما توضيحيا للعين وتجدون كذلك في كتاب كليلة والدمنة رسوما لبعض الحيوانات ولبعض المشاهد القصصية هذه كل المعلومات التي تحتاجون إليها حول المحور الثاني نمر إلى التطبيق هذا اختبار من اختبارات البكالوريا اختبار سنة 2022 نقرأ ونسمع بعضنا ثم نمر إلى الأسئلة إن الخطة العربية الإسلامية لم يكن مجرد وسيلة لتدوين الخطابات الدينية المتداولة بقدر ما كان بحثا متواصلا عن ظاهرة الحسن وسعيا إلى ترسيخ منظومة جمالية متكاملة فإذا ما تأملنا بدقة التطبيقات المتعددة والمختلفة للخط الكوفي على سبيل المثال باعتباره النموذج الفنية الأمثلة فإننا نراحظ حضورا بارزا للجانب الإبداعي إذ مزج الناس يخون هذا الخط بالعديد من التقنيات والأشكال التي تعود في أصلها إلى الأشكال الهندسية الصارمة أو الأشكال الطبيعية اللينة ففي بعض الأحيان نجد استعمال تقنية الزخرفة الهندسية وتزويق هذه الزخرفة بواسطة التورقات والأغصان واستخدام الزهور لتزيين هذا النوع من الخط إن كل هذه الأمارات في تعددها وتنوعها وفي الرموز والمعاني التي تحملها إنما تدل على أن البحث عن الجمال هو ما عمل المشتغلون في هذه الصناعة على ترسيخه وليس من المصادفة كذلك أن تتوجه بعض المدارس الفنية الأوروبية إلى الفنون العربية الإسلامية وخاصة إلى فن الخط لتنقله دون تحريف في بعض الأحيان في لوحاتها الفنية ألم يكن انتباه العديد من المفكرين والفلاسفة من مثل جوت وهيكل لقيمة الأرابيسك وأهميته دليلاً على أصالة هذا الفن؟ أليس ما شاهدوه من رسومات عصر النهضة وهي رسومات استطاعت بكل دقة إبراز المهارات الفنية العالية التي تحققت من خلال هذا النمط الفني الممزوج بالحروف العربية مقتبساً من الفن الإسلامي؟ ألم يكن كل ذلك دليلاً على عمق التجربة الجمالية النابعة من فن الخط العربي الإسلامي؟ لا شك إذن أن فن الخط العربي استطاع أن ينهض بوظيفة التدوين الثقافي الحضاري فحافظ على الخطاب الديني المقدس وركز إلى ذلك رؤية جمالية مخصوصة هذا هو النص وهو كما ترون نص حجاجي أم تفسيري؟ مدام تفسيري؟ هل الغاية منه التوضيح أم الإقناع بفكرة ما؟ التوضيحة طيب سنرى الأسئلة لنعرف إن كان هذا النص حجاجياً أم تفسيرياً قبل ذلك المفردات في هذا النص واضحة سأشير فقط إلى اسمين هما جوت وهيغل بالنسبة إلى جوت هو عالم طبيعة وشيعر وفيلسوف ورسام ألماني وهيغل هو كما تعرفون فيلسوف ألماني وقد عاش في القرن التسعة عشر السؤال الأول ابحث في النص عن مرادف يناسب السياقة لكل كلمة من الكلمات الآتياتي هنا في هذا السؤال قدم لنا المرادف ونحن سنبحث عن ما يقابله في النص لابد أن أختار كلمة واحدة تكون لها نفس الصيغة الصرفية للكلمات الواردة في الجدول احفظ هذه الكلمات التثبيت التزيين مستلهماً سنعود الآن إلى النص التثبيت نجده هنا في الفقرة الأولى من يستطيع أن يستخرج مرادف التثبيت؟ ترسيخ أحسنت الترسيخ الكلمة الثانية هي التزيين ومرادفها نجده في الفقرة الثانية التزيين تزويق 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 سنت سنتمع التزويق مرادف للتزيين الكلمة الثالثة هي مستلهماً ونجد مرادفها في الفقرة الثالثة أي هنا مقتبساً أحسنت مقتبساً مرادف مستلهماً هكذا أنهينا الإجابة عن السؤال الأول التثبيت الترسيخ التزيين التزويق ومستلهماً مقتبساً أمر الآن إلى السؤال الموالي عندما سألت عن نوع النص إن كان حجاجياً أو تفسيرياً قال بعضكم إن هذا النص تفسيري النص لا يسعى إلى توضيح فكرة أو تفسيرها وإنما يسعى إلى الإقناع بأن الخطة العربية جمع بين تدلوين الخطابات الدينية وبين البحث المتواصل عن الجمالي ولو تأملتم النص جيداً لوجدتم أنه افتتح بإن وقلنا إن هذه الأدات تستعمل دائماً في النص الحجاجي إذا كانت أطروحته مدعومة أفقنا؟ في النص التفسيري لابد أن أجد الأدوات التي تستعمل في النص التفسيري كأدوات التفصيل أما وأما كتقديم الأمثلة والتعريفات أي في التفسير إلى غير ذلك من الأدوات اللغوية التي تستعمل في النص التفسيري هذا أطروحة مدعومة كيف تبدو؟ الأطروحة المدعومة غالباً نجد يرأ البعض أو يعتقد البعض ومن المستحيل أن يفتتح نص حجاجي تكون أطروحته مدحوظة بأداة تأكيد إذا وجدت إن فإن الأطروحة مدعومة حب إذن سأبين في هذا السؤال حدود المقطع أي كل مقطع من أين يبدأ وأين ينتهي ثم سأضع عنواناً مضمونياً لكل مقطع من أين يبدأ المقطع الأول وأين ينتهي؟ من إنه حتى متكامل نعم أحسنت هذا المقطع الأول وما مضمونه؟ عندما أقرأ أنا هذه الأطروحة إن الخطة العربية الإسلامية لم يكن مجرد وسيلة لتدوين الخطابات الدينية المتداولة بقدر ما كان بحثاً متواصلاً عن ظاهرة الحسن وسعياً إلى ترسيخ منظومة جمالية متكاملة فما هي الفكرة الأساسية التي أجدها في هذه الأطروح؟ هل إن الخط العربي يبحث عن الحسن والجمال أم لا؟ عبوا وهذا ما سيحاول الكاتب أن يثبته فيما بعد في سيرورة الحجيش إذن أكتبه هنا في حدود المقطع من إنّ من إنّ إلى إلى متكاملة وفي العنوان المضموني أقول بحث الخط العربي عن الجمالي قسم سيرورة الحجيش يبدأ من فإذا إلى أين؟ إسلامي إلى الإسلامي أحسنت وفي هذا النص حاول الكاتب أن يرصد مظاهر الإبداع في فن الخط العربي هذه المظاهر التي تؤكد أن الخط العربي يبحث عن الجمال والاستنتاج يبدأ من لا شك إلى آخر النص إذن نقول هنا من فإذا إلى الإسلامي ونضع الكلمات التي نأخذها من النص بين ظفرين عنوان هذا المقطع هو مظاهر الإبداع في فن الخط ومثل استنتاج من لا شك إذن إلى آخر النص أو إلى الكلمة التي نجدها في نهاية النص الاستنتاج الذي وصل إليه الكاتب ما هو؟ أن فند الخط جمع بين أمرين ما هما؟ وفي التدوين البقافي إضافة إلى خطب التدوين إضافة إلى الرؤية الجمالية الرؤية الجمالية إذن نجمع بين هتين الفكرتين في الاستنتاج فنقول جمع فن الخط بين تدوين الخطاب الديني والرؤية 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 الجمالية وهكذا تكون إجابتنا تيمة وصحيحة ومناسبة نمر الآن إلى أسئلة فهم النص السؤال الثالث استخرج من النص أمارتين على حضور الجانب الإبداعي في الخط العربي ما معنى الأمارة؟ قارنة لا، الأمارة ليست قارنة نعم، الأمارة الدليل أو العلامة سنحاول أن نستخرج الأمارات أو العلامات الدلة على حضور الجانب الإبداعي في الخط العربي سنجد ذلك في الفقرة الثانية اقرأوا بتمعن الفقرة الثانية فإذا ما تأملنا بدقة التطبيقات المتعددة والمختلفة للخط الكوفي على سبيل المثال باعتباره النموذج الفني الأمثل فإننا نلاحظ حضوراً بارزاً للجانب الإبداعي المفروض ما سأجده بعد كلمة الجانب الإبداعي سيكون توضيحاً لعالمات هذا الإبداع إذ إذ هنا أدات تفسير وقرأتم أدوية الاستناف في السنة الأولى ثانوياً إذ من معانيها التفسير الآن سيفسر كيف برز هذا الجانب الإبداعي كيف برز؟ برز أولاً في مزج الناس خين هذا الخط بالعديد من التقنيات والأشكال ما هي العلامة الثانية؟ أنا استخرجت علامة وأنتم ستستخرجون العلامة الأخرى استعمال تقنية الزخفة أحسنت، هذه العلامة الثانية أحسنت، هذه العلامة الثالثة استخدم الزهور وهذه العلامة الرابعة لكننا سنقتصر على أمارتين فقط كما طلب منا في السؤال سنختار مزج الخط بمختلف التقنيات والأشكال وسنختار مثالاً أو علامة أخرى كاستعمال تقنية الزخرفة عليكم دائماً أن تتقيدوا بما طلب منكم في السؤال سنمر إلى السؤال الرابعي ذكر الكاتب في الفقرة الثالثة عالمين من أعلام الفكر الغربي فما دلالة ذلك في سياق حجاجه؟ هذا السؤال ينقسم إلى قسمين ما معنى عالمين؟ ما معنى عالم؟ ما معنى عالم؟ لا العالم معروف؟ نعم، هو شخص معروف العالم هو الشخص المشهور والمعروف أي أنني سأبحث في النص عن شخصين معروفين ذكرهم الكاتب ثم سأحاول أن أبين دلالة ذلك في سياق الحجاج أي لماذا ذكر هذين العالمين سأعود إلى الفقرة الثالثة سأعود إلى الفقرة الثالثة حاولوا هنا أن تبحثوا عن اسمين هايكل نعم، جوت وهيكل وهما ألمانيين إذن في البداية سأقول ذكر الكاتب عالمين من أعلام الفكر الغربي وهما، ثم أذكر الأسماء الآن، ماذا دلالة هذه الأسماء في سياق الحجاج؟ لماذا استعمل الكاتب هذه الأسماء؟ ما الذي أراد أن يثبته أو أن يؤكده؟ تأكيد أصالت الفن العربي الأصالة لا، لكن هل في هذا تأكيد على أن الغرب معجبون بفن الخط العربي؟ نعم، 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 وهو دليل على أعجاب الغرب والتأثرهم بفن الخط العربي ويمكن أن أضيف فكرة أخرى وهو دليل على أن الفنون لا وطن له فن الخط العربي لم يبقى رهين الرقعة الجغرافية العربية فالفنون إذن عابرة للحدود الجغرافية تفقنا؟ سنمر الآن إلى السؤال الخامسي وهو سؤال في اللغة تماماً يشبه السؤال الذي رأيناه في الحصة السابقة دائماً تسألون عن تحديد الأسلوب ودلالته في سياق الحجيش إذن، فلننظر إلى الأسلوب الأول قلنا إذن، لم يكن الخط هذا وارد في الأطروحة هذا المثال وارد في الأطروحة لم يكن الخط مجرد وسيلة لتدوين الخطابات الدينية المتداولة ما هو الأسلوب الموجود في هذا المثال؟ نفي أحسنت، لم النفي وماذا أفاد النفي في هذه الجملة؟ ما الذي نفاه الكاتب؟ ما هي الفكرة المنفية في هذه الجملة؟ خط العربي أي، شبه الخط العربي؟ ما ليس مجرد وسيلة لتدوين خطابات الدينية المتداولة أحسنت، إذن نقول نفي اقتصار الخط العربي على تدوين الخطابات الدينية؟ قلنا حتى نجيب عن دلالة أسلوب ما، يجب أن نجيب عن السؤال التالي، لماذا استعمل الكاتب هذا الأسلوب؟ استعمل النفي، لينفي اقتصار الخط العربي على تدوين الخطابات الدينية، نمر إلى المثال الثاني، إذ مزج الناس هنا هذا الخط بالعديد من التقنيات والأشكال، قلنا أحسنت، قلنا إنه إذ هنا أدات تفسيراً، ومن الذي فسره الكاتب أو وضحه عندما استعمل إذ؟ نعود إلى المثال حتى تتضح الإجابة، وضح ماذا؟ ماذا وضحه؟ جانب الإبداع أحسن، توضيح مظاهر الإبداع في فن الخط، توضيح أو تفسير مظاهر الإبداع في فن الخط، وعندما أنظر إلى المثال الأخير، أليس ما شاهدوه من رسومات عصر النهضة مقتبساً من الفن الإسلامي؟ ما هو الأسلوب هنا؟ تأكيد لا، لا أ ولدي أيضاً ليس أ استفهام حرف استفهام وليس نفي يعني هذا المثال هذا المثال يتضمن أسلوبين أما التأكيد هو ليس أسلوب، وإنما هو المعنى من أجاب التأكيد، إجابته ليست خاطئة، ولكنها ليست في المكان الصحيح الاستفهام والنفي هنا أفاد التأكيد على اقتباس عصر النهضة من الفن الإسلامي التأكيد على اقتباس الفن في عصر النهضة الأوروبية من الفن الإسلامي السؤال المويلي هو تلخيص، وقد رأينا في الحصة السابقة شروط التلخيص، من يحاول أن يذكرني بهذه الشروط؟ المحافظة على الأفكار الرئيسية أحسنتي بنية النص المحافظة بنية النص أحسنتي وهل نأخذ جمل النص كما هي أم نغيرها قليلا؟ نغيرها قليلا التعديل فيها قليلا أحسنتم، هذه هي شروط التلخيص هل تريدون بعض الوقت لإنجاز تلخيص؟ أم نمر إلى هذا السؤال لأننا لم ننجزه في الحصة السابقة؟ أممم؟ تريدون إنجاز محاولة أم نمر؟ أمم؟ إذن نصنا يتكون من أطروحة مدعومة وسيرورة حجاج واستنتيج سأحاول أن أنجز تلخيصا تبرز فيه هذه المراحل هذه الأطروحة المدعومة هذا الاستنتاج وهنا سيرورة الحجاج أقرأ عليكم هذه المحاولة جمع الخط العربي بين تدويني أو حفظي في النص نجد هذه الكلمة يمكن أن نغيرها بحفظ الخطابات الدينية وبين الرؤية الجمالية ويمكن أن أستعمل إن أو لقد لأن الأطروحة مدعومة لقد جمع الخط العربي بين حفظ الخطابات الدينية وبين الرؤية الجمالية ويبرز ذلك في الخط الكوفي هذا النموذج الذي ذكره الكاتب في الفقرة الثانية من النص الذي يتضح فيه حضور الجانب الإبداعي ومن علامات ذلك مزج الخط بمختلف التقنيات والأشكال الهندسية أو الطبيعية الكاتب ذكر أربع علامات لحضور الجانب الإبداعي وأنا في التلخيص اقتصرت على علامة واحدة وهو دليل على البحث المتواصل عن الجمال الآن سأمر إلى الفقرة الثالثة وقد اهتم الفنانون الأوروبيون في عصر نهضة بالخط العربي واقتبسوا منه أعمالهم كما تطرق بعض المفكرين كهيجل إلى أهميته إذن هذه الفكرة الرئيسية الواردة في الفقرة الثانية تأثير الفن الخط العربي في فناني عصر النهضة الأوروبيين في الاستنتاج إذن نجح الخط العربي في المحافظة على الخطاب الديني وفي بناء رؤية جمالية وإبداعية بهذه الطريقة يكون تلخيص سليما أمر الآن إلى السؤال السابعي هل ترى أن فن الخط العربي وحده يعبر عن الرؤية الجمالية عند العرب المسلمين حرر في ذلك فقرة من خمسة أسطر كيف أجيب عن هذا السؤال؟ كيف أجيب عن هذا السؤال السابع؟ أحسنت بالتعديل والتعديل يتضمن أيضاً رأياً أي أن صياغة وبناء هذه الفقرة أبدأ أولاً بمدخل أعيد فيه صياغة المعطى ثم المسايرة وتكون كما رأينا في الحصة السابقة بموافقة ما ورد في المعطى فأبين كيف عبر الخط العربي عن الرؤية الجمالية ثم في قسم التعديل أقول لكني أرى ثم أختم عملي بالاستنتاج سؤالي الآن كيف سيكون التعديل؟ ماذا سأكتب في قسم التعديل؟ المعطى هل ترى أن فن الخط العربي وحده انظروا جيداً وحده يعبر عن الرؤية الجمالية عند العرب المسلمين؟ ماذا بش أقول لا يمكن أن الخط العربي وحده للتعبير عن الرؤية الجمالية بل هناك فن العمارة أحسنت أحسنت يعني سأضيف فنوناً أخرى ساهمت في التعبير عن الرؤية الجمالية كفن العمارة أو الموسيقى أو الرسم إلى غير ذلك مناء الفنون وفي الاستنتاج سأجمع بين ما ذكرته هنا حول فن الخط وبين ما أضفته من فنون في التعديل فيكون الاستنتاج جامعاً بين ما ذكر في المسايرة وما ذكر في التعديل وهذا نموذج يوضح ذلك أقرأه عليكم هذا المدخل وهذا المسايرة وهذا قسم التعديل وأخيراً وأخيراً الاستنتاج إذن يعكس ثن الخط العربي الرؤية أو الموقف أو البعد الجمالية عند العرب المسلمين هنا أعدت صيغة المعطى ثم سأساير هذا المعطى فهو كتابة فنية تعكس هوياماً باللغة العربية هوياماً أي حباً حباً للغة العربية واهتماماً بتقنيات الكتابة وإلهاماً يظهر في الاقتباس من الأشكال الهندسية والعناصر الطبيعية وتوظيفها في تشكيل الحروف هذا قسم المسيرة سأمر الآن إلى التعديل ولكني أرى لا تنسوا إبداء الرأي لأن السؤال هل ترى ولكني أرى أن الرؤية الجمالية عند العرب تتجاوز فن الخط إلى فنون أخرى سأضيف فنون أخرى كفن العمارة الذي يعتبر جامعاً بين الهندسة والبناء والخط والزخرفة ومن الأمارات التي ما يتزال ثابتة إلى اليوم قصور الحمراء بالأندلس أنا قدمت مثالاً ونجد أيضاً فن الرسم والموسيقى العربية التي ارتبطت بالشعر فجسدت جمال الكلمات والنغمات إذن أضفت العمارة وأضفت كذلك الرسم والموسيقى لا تنسوا أننا مطالبون بكتابة فقرة من خمسة أسطرين الاستنتاج نبدأه كالعادة بأداة تدل على الاستنتاج إذن أو هكذا أو خلاصة القول تعددت الفنون العربية التي عبرت عن الرؤية الجمالية عند العرب المسلمين وبهذه الطريقة نكون قد أنهينا الإجابة وأنهينا بناء الفقرة سنمر الآن إلى الانتاج الكتابي مداما مداما خديما موجود في التلخيص؟ به به والدي هذه الأسئلة التي يطلب من التلميذ أن يكتب فيها فقرة من خمسة أسطر تسمى أسئلة التحرير وأسئلة التحرير هذه ستة أنواعا النوع الأول هو التلخيص كما رأينا اليوم أو في الحصاء السابقة النوع الثاني هو التعديل كما رأينا الآن النوع الثالث هو إبداء الرأي حسنت؟ النوع الرابع هو التعليل وقد ورد هذا السؤال مرة واحدة أظن في اختبار سنة 2015 عودوا إلى الاختبار حول الشعر سنة 2015 تجدون فيه سؤالا يفتتح بعلل ثم النوع الخامس هو التفسير والنوع السادس هو التوسع هذه كل الأسئلة التي وردت في اختبارات البكالوريا وغالبا نجد قبل الإنتاج الكتابي سؤالين يمكن أن تجد تلخيصا وتعديلا كما رأينا الآن يمكن أن تجد تعديلا وتعليلا يمكن أن تجد تفسيرا وتوسعا يمكن أن تجد إبداء رأي وتلخيصا إلى غير ذلك لكن غالبا نجد سؤالين قبل الإنتاج الكتابي تفقنا؟ ونحن على امتداد السنة سنحاول أن ننجز كل هذه الأسئلة وهي موجودة في النصوص الدروس المسجلة على المنصة تجدون فيها هذه الأسئلات وطرق أنجزها مع أمثلة توضيحية نعود الآن إلى الإنتاج الكتابي قلنا أن الإنتاج متعلق بالمحوري الأولي يرى هذا الإنتاج أيضا هو مأخوذ من اختبار البكالوريا لسنة 2014 النص حول علمي التاريخي لابني خلدون وهذا الإنتاج الذي جاء في هذا الفرص إذن يرى بعضهم أن الحضارة العربية لم تساهم في بناء الإرث العلمي الإنساني هذا المعطى المطلوب اضحف هذا الرأي في فقرة من 15 سطرا باعتباد حجج واضحة كيف أنجز هذه الفقرة؟ أولا ما هي المرحلة الأولى التي أبدأ بها عملي؟ تتذكرون ما رأيناه في الحصات السابقة؟ قلنا أننا نبدأ لا، أولا نبدأ بالتفكيك نبدأ بالتفكيك، فنحدد نوع الفقرة حججي أم تفسيري؟ حججي حسنت، حججي، قائمة على الضحف كيف تبنى الفقرة القائمة على الضحف؟ أطروحة كيف هي؟ مضحوظة مضحوظة، ثم سير الحجج ثم الاستنتاج السؤال الآن كيف أصوغ أطروحة مضحوظة؟ كيف أصوغ أطروحة مضحوظة؟ أطروحة مضحوظة؟ ركزوا جيداً المعطى يرى بعضهم أن الحضارة العربية لم تساهم في بناء الإرث العلمي الإنساني هذا المعطى الذي أجده في السؤال الحضارة العربية لم تساهم في بناء الإرث العلمي الإنساني أعيد سياغة هذا المعطى بما يمكن أن أغير يرى بعضهم؟ كيف يمكن أن أغير يرى بعضهم؟ يرى بعضهم؟ أن الحضارة العربية كيف أغير لم تساهم في بناء الإرث العلمية الإنسانية لما تشارك لم تشارك في بناء الإرث العلمية الإنسانية بما يمكن أن أغير هذه الكلمات في تطوير في تنمية في تقدم في تطوير العلومي الإنساني أنا مثل فعلته الآن؟ أعدت سيغة المعطى كيف أحول هذا المعطى إلى أطروحة مضحوظة؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يمكن أن أضيف عبارة كالتالي وهذا رأي بعيد عن الصواب أو أو وهذا القول أو وهذا الرأي يكذبه الواقع والتاريخ أو وهذا الرأي مجانب أي بعيد للحقيقة للحقيقة وبهذه الطريقة أكون قد ضحظت ما ورد في المعطى كيف تصبح أطروحتي؟ يعتقد البعض أن الحضارة العربية لم تشارك في تطوير العلوم الإنسانية وهذا رأي بعيد عن الصواب واضح؟ هذه الأطروحة المضحوظة ثم أمر بعد ذلك إلى سيرولة الحجاج كيف سأضحظ هذا الرأي؟ سأضحظه بتقديم أنثلة تؤكد أن العرب ساهم في بناء الإرث العلمي الإنساني في مختلف أبواب العلوم ومجالاتها ثم سأختم عملي باستنتاج تفقنا؟ أنت أمو كتادا ما تحوفها دحف جزئي شوال للبدل؟ لا بالنسبة للإنتاج الكتابي إما أن تكون إما أن يطلب منك الدعم وإما أن يطلب منك الضحف وإما أن يطلب منك التعديل خدقلنا في الدفوع المهرم التليفز والأخرين نقلنا شجي بكم الإنتاج دحف جزئي يعني تعديل يعني كما نخدمناها تاوة هذه كما السؤال هذا التعديل تلقى إلى أي حد أو إلى أي مدى فيكون عملك مبنياً على المسيرة ثم تعديل ثم الاستنتاج ويمكن أن تعود إلى الحصة السابقة أنجزنا فيها أنتاجاً كتابياً قائماً على التعديل حول المحور الأول هذا نموذج أمامكم يعتقد البعض أن الحضارة العربية لم تساعد على الارتقاء بالمعرفة الإنسانية ولم تقدم ما ينفع الحضارة ويطور العلم وهذا الرأي مجانب للصويب هذا قسم الأطروحة المضحوظ أم المدعوم مضحوظ مضحوظ ثم الآن سأمر إلى سيرورة الحجيش لقد ساهم العرب في دفع عجلة التقدم العلمي فاتطلعوا على معارف السابقين ثم وضعوها على محك الشك وأعملوا فيها عقولهم فكشفوا مواضع الوهن فيها الوهن أي الضعف وأزالوا ما عليها من وهم وغلط فكانوا ناقدين مصححين ومن أمثلة ذلك ابن النفيس دائماً أقدم الفكرة ثم أقدم الشاهد الذي سأثبت به وسأدعم به تلك الفكرة ومن أمثلة ذلك ابن النفيس الذي صحح أخطاء جالي نوس وجالي نوس هو طبيب إغريقي وقد اطلعتم عليه في نص التشريح والدورة الدموية الصغرى أخطاء جالي نوس حول الدورة الدموية الصغرى وكذلك ابن الهايفامي رائد علم البصريات الذي صحح نظرية الإبصار ولقد برع علماء كثيرون وقدموا إضافة في مختلف المجالات العلمية مثل الخوارزم مؤلف كتاب الجبر والمقابلة وهو الكتاب الذي انبعث منه علم الرياضيات الحادث والجزري صانع النموذج الأول لكل المحركات العصرية وما قدمه ابن سينة في كتابه القانون في الطب أو الرازي في مؤلفه الحاوي في الطب أين رأينا هذه العنوين؟ الرازي وبن سينة القانون في الطب والحاوي في الطب رأينا هذه العنوين في النص الذي أنجزناه في الحصة السابقة اختبار البكالوريا الذي يدور حول علم التفايليات حاولوا أن تتذكروا ما رأيناه لأن المعرفة تبنى على التراكم ثمت معلومات يجب أن ترسخ في أذهانكم ولم يكتف العرب بتصحيح أخطاء السابقين أو بتطوير ما وصل إلى أيديهم من معارف وعلوم بل توصلوا إلى اكتشافات علمية لم تعرف قبلهم فشقوا طرقا جديدة كانوا أول سالكيها ومن أمثلة ذلك ابن خلدون واضع أسس علم التاريخ وأول متحدث في علم الاجتماعي أو ما يسميه العمرانة البشرية إضافة إلى جابر ابن حيان وهو مؤسس علم الكيمياء طبعا يمكنكم اختيار نماذج أخرى ولكن تذكروا أن هذه الفقرة تتكون من 15 سطر أمر الآن إلى الاستنتاج إذن مثل العرب حلقة من حلقات التطور العلمي الإنساني وقدم الكثير في سبيل الارتقاء بالحضارة الإنسانية هذا نموذج بقيت ملاحظة واحدة المطلوب في هذه الفقرة هو الضحف لو أردت أن أغير هذا المطلوب إلى الدعم ما الذي يجب أن أغيره؟ ماذا يعتقد وتولي أني لا أحسنت؟ إن الحضارة العربية هل أترك النفي أم ألغيه؟ ألغيه أحسنت؟ إن الحضارة العربية ساهمت في بني الإرث العلمي الإنسان ثم أغير إضحف بإدعم في الإنجاز بعد ذلك طبعا سأفتتح أطروحتي بتأكيد لقد أو إن وسألغي هذه الجملة التي تدل على الضحف إن الحضارة العربية وسألغي أيضا النفي شاركت في تطوير العلوم الإنسانية أما التمشي الحجاجي فهو نفسه وكذلك الاستنتاج